موسيقى شاهدين الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد الشعر بحر واسع يستوعب التربية والأخلاق وكذلك يستوعب الرسالة الحية الحرة التي من خلالها ينشئ المعلم تلاميذه ومن خلالها ينشئ الأب أبناءه أو ينشئ الأب أبناءه الشعر بحر واسع وفي هذا البحر يعزف الكثير من البحارة ويجدفون ويبحرون بكم في فضاءات واسعة الهدف منها أخذوا العبر وكذلك تثبيت فكرة أن اللغة العربية تتسع لكل القيم والأخلاق السامية مشاهدين الكرام في هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بنيابتي عنكم وبالأصالة عن نفسي هنا معنا في الأستوديو الشاعر المصري الأستاذ ضياء الجبالي حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد أهلا بحضرتكم أهلا وسهلا نشكر لكم استضافتكم الكريمة نتشرف بك أكيد أستاذ ضياء وقبل أن ندلف من باب الشعر إلى أولى القصائد نريد منك أن تحدثنا عنك بحدود الدقيقتين الدراسة الحياة مشوارك الذي تحب أن نعرف عنه بعض الشيء أنا أنظم الشاعر منذ نعومة أظافري كما يقولون منذ الرابعة عشر من العمر وأنا أكتب القصائد تحركت من جامعة القاهرة كلية التجارة بحصيلة رغوية وحصيلة شعرية جيدة ولله الحمد طبعت أولى دوويني وكان بعنوان وتفائلي في مصر عام 1982 أكيد لك من الدووين الكثير الحمد لله يعني ماذا عن الدراسة؟ الدراسة كلية التجارة جامعة القاهرة نعم ولكن الدراسات الأدبية والدراسات الشعرية كثيرة ومتعددة سواء من علم العروض أو من الدووين الشعرية أنا أكتب في جميع ضروب الشعر في جميع بحور الشعر ضروب الشعر من من الفخر من الوطني من العاطفي من الديني من السياسي من العامي أيضا عن مسيراتك المهنية؟ عن مسيرات المهنية الحمد لله لأن الشعر في وطننا العربي كما تعرفون يصارع في بحر صراع الأجناص العربية المختلفة آه يعني الشعر في الوطن العربي تصرف عليه لا يصرف عليك نعم ولذلك أنا اتخذت طريقي في المجال العملي كمدير شركات سياحة ومدير شركات فلادق نعم نعم ومدير شعر من سلاسة وثلسين عاما نعم وخرجت من المدينة المنورة دون الآن إذا أردنا أن نتحدث يعني ملامح المدينة المنورة وهذا يعني الحنين المنبعث من هناك في ظل هذه الأيام المدينة المنورة هي أجمل بلد في العالم والحديث عن المولد النبوي المدينة المنورة هي أجمل بلد لأنها زرت بلدانا كثيرة في العالم ولكن المدينة المنورة لها طابعاً روحي وقدسي بوجود الحرم النبوي الشريف فالمدينة المنورة أنا لم أكن أتصور أنني أخرج منها وكنت قد هيأت نفسي للبقيع هناك ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن أهاجر مرة أخرى من المدينة بعدما تعرضت لبعض المشاكل مع بعض الشركات الفنادق هناك في الحقوق وما ذلك وحضرنا إلى تركيا مرة أخرى لكي نكمل المسيرة وكي نكمل أداء واجبنا وأداء دورنا الأدبي والثقافي نسأل الله أن يمد في عمرك أستاذ ضيئ نبضة بسيطة أنشأت مؤسسة اسمها مؤسسة الجبالي منذ أكثر من 15 عاماً في المدينة المنورة أنفقت عليها كل ما أمتلك ولله الحمد فقط لتشجيع الثقافة وتشجيع الأدب وكنت أعددت لهم مكتب وستوديو ودرد نشر ومطبعة ومهرجانات وجوائز ولله الحمد أديت أدام الله هذه الهمة عالية حتى تؤدي رسالتها المنوطة بها إن الله وملائكته يصلون على نبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما الصلاة على الشفية صلوا على الهادي البشير محمد فهو الرسول الكامل الأعراقي وهو النبي المصطفى والمرتضى خير الأنام وأعظم الأخلاق وهو الشفيع المجتبى والمرتجى يوم القيامة عبر دمع مآقي الصادق الساري الأمين محمد ذو معجزات الحق باستحقاقي وهو السراج المفتدى أسمى الزرى ومنار كل الكون والآفاقي هو خير خلق الله في ملكوته محمود كل الخلق والأفراقي يسمو ويعلو في المقام بقدره عن كل مدح الفكر والأوراقي هو ناشر الدين الحنيف بنوره وهب العبيد بعزة الإعتاقي جبريل قال أقرأ ومن قرآننا آيات نطق حديثه المصداقي طاه الأمين وخاتم الأديان قد أسرى به الباري بعرج براقي يا سين إني جئت بابك باكيا بأنين قلبي ودمعي الدفاقي أفو إلى لقياك يا نور الهدى في جنة وأتوق بالأشواق إني أحبك يا حبيبي صادقا بالحب في الله الحبيب الباقي بأبي وأمي يا رسول الله جئتك حبك ساكن بأبي وأمي يا رسول الله حبك ساكن في القلب والأعماق بدمي ونفسي بالوجود بدنيتي أفديك روحي بالدم المهراقي صلى عليه الله في عليائه صلى وسلم بالرضى الصباقي صلى عليه ملائك الرحمن وهو صلى عليه ملائك الرحمن وهو الرحمة المهدى بالإطلاق صلوا عليه وسلموا تسليما فهو الحبيب وجنة العشاق يا رب صلي وسلم التسليما وعلى الرسول بكامل الإغباقي صلى الله عليه وسلم برك الله فيك أستاذنا يعني هذه الأيام لا تخلو من النفحات الكريمة وذكرى المولد النبوي الشريف ربما يحثنا على أن نتأسى المعلم الأول فنحسن تربية أبنائنا بحيث يعتزون بهذه الرسالة ويواصلون تمسكهم بها دون إفراط أو تفريط هذا واجب على الجميع الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أعظم شخصية وجدت في التاريخ بشهادة الأعداء وبشهادة المؤمنين ولذلك كان حري بجميع المسلمين أن يقتدوا بسيرته العاطرة وأن يتمسكوا بحبه وأن يتمسكوا بإسلامهم وأن يتمسكوا بدينهم وخاصة في هذا العصر هذا العصر الذي زادت فيه تكثر فيه الفتن والملهيات زادت فيه معاول الهدم في الدين وخاصة أننا نواجه خصما عنيدا فالكفر يخططون لآماد بعيدة بينما المسلمون جميعهم في فرقة وفي تشتت كما قال وتناحر كما قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم وأنه هو اللبنة الأولى في حضارة ونجاح أي أمة أي بلد أي وطن ما الذي نحتاج إليه حتى يستطيع المعلم في منطقتنا العربية القيام بدوره وبالتالي ينشئ نشأا صالحا التعليم كهدف رئيس بالنسبة لجميع المخططات التي تستهدف الدول الإسلامية والدول العربية فهم يستهدفون هدم التعليم هدم القيم هدم المبادئ ولذلك كان من الواجب على الجميع أن يضاعفوا جهودهم من أجل مقابلة هذا المخطط في تدمير الفكر في تدمير العلم في تدمير القيم والمبادئ والأخلاقيات فلابد أن يتضافر الجميع ولابد أن تجحز الهمم في سبيل مواجهة ذلك حتى يكون ليس العلم فقط ولكن الإيمان الإيمان هو منبع العلم ولذلك الله سبحانه وتعالى قال اقرأ فالإيمان هو ملازنة الأول والأخير فيما بعد ذلك من العلم من الدراسة من التعصيل من التوجيه من كل ذلك هذا واجب على الجميع ولكن الجهود الصادقة تكاد تكون في ضائقة من كم الهجوم عليها ومن كم الحظر لكن لا نعدم الخير الخير موجود والجهود الصادقة في تنامي وإن كانت تتعرض إلى بعض العرقين الخير موجود إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم ولكن حجم المواجهات صعبة وعصيبة في هذا العصر دونا عن أي عصر آخر نحن نواجه فتنا كبيرة وفتنا تكتاح أمتنا الإسلامية والعربية لا أحد ينكر المشاكل لكن من الجميل لو كان الحديث في إطار الحلول وبشكل عملي نحن من أجل أجيال تفهم دينها جيدا وتفهم أنها صاحبة حضارة وأن أجدادها من أسسوا أحجار هذه الحضارة ووضعوهم على الدر من أجل كل ذلك علينا أن نفكر بالحلول الإيجابية وأنت على ذلك قدير ومن هذه الحلول التمسك والتشبث بموروثنا وبتراثنا وتاريخنا الذي لا نقبل المساومة عليه في ظل وجود الكثير من دعوات الهدم ملاذنا في ذلك هو القرآن الكريم يا سلام لأن القرآن الكريم هو منهاج الأمة فلابد أن يتمسك به الجميع في جميع أفكارهم في جميع تصرفاتهم لأن الاقتداء بالأنبياء والاقتداء بالرسل والاقتداء بالقيم والمبادئ يستلزم أن نحافظ على كتابنا الأول ويستلزم الفهم الصحيح أكيد من عبد الله على جلالة على جهالة فكأنما أعصى أريد العبادة أن تكون مقترنة بالعلم والوعي والمعرفة تمام وهذا هو يعني الدور الصعب الذي لابد أن يؤديه الجيل الحالي حسنت يعني لابد أن يتكاتف الجميع في سبيل الحفاظ على القرآن الكريم في سبيل الحفاظ على الدين على التعليم الدينية على القيم والمبادئ والأخلاقيات في مواجهة العواصف والأعاصير العاتية التي تواجه مجتمعنا الإسلامي ومجتمعنا العربي وتواجه الحق في حد ذاته لأن الحق أحق بأن يتبع ولابد أن يتضافر الجميع في الادفاع عن الحق وهذا هو ما يحاولون أن ينحونه جانبا في هذا العصر أنهم ينحون الدفاع عن الحق في سبيل تشجيع الأهواء الأخرى ولابد أن ينتبه الجميع لهذا المخطط الذي يدور من حولنا حسنت أستاذ ضياء إلهي جئت بابك مستجيرة إلهي جئت بابك مستجيرة وقلبي دائب يبكي هديرة وصوتي نادم يشكو حسيرة وصمتي خاشع يسري كثيرة بكائي صادقا يهوي مطيرة ودمعي غامر يجري غزيرة مشينا في الدنى الدرب العسيرة وسرنا الشوك والنار الهجيرة وطعم زنوبنا مرا مريرا ليتك تخصد الورق قليلا أثناء القراءة ننادي الواحد الأحد المجيرة وندعو الخالق الحق القدير إله الصفح والعطف البصيرة نسبحكم شهيقا أو زفيرا ونحمدكم ونشكركم كثيرا بفضلك نرتجي بفضلك نرتجي القبر الحريرة نناشد نورك الهادي المنيرة نزيد المصطفى البار النذيرة صلاة سلامنا الهادي البشيرة نحبك ربنا حبا وفيرا وعشقا غامرا جما غفيرا نعوذ نخاف بل نخشى السعيرا جهنم والعذاب الزمهريرا نسير صراط جنتنا الخطيرا فيغض بلطف رحمتكم يسيرا ونحفو للنعيم لأن نطيرا وجنات العلا حسنة مصيرا بعدن كي طر العين البصيرا نراك الأول الباقي الأخيرا ومهما كان تقصيري كبيرا بجانب عفوكم يغدو صغيرا ومهما كان تقصير كبيرا بعفو جلالكم يغدو صغيرا بعفو جلالكم يغدو صغيرا قد يقول قائل من محبي أشار أستاذ ضينا ما قيمة الشعر الدعائي أو الشعر الروحاني أو الشعر الذي فيه مناجات في هذا الزمن بإمكاني أن أقرأ حديثا أو أن أقرأ آية أو أن أدعو بدعاء من الأدعية المأثورة التي وصلتنا ما الذي يمكن أن يضيفه الدعاء للشعر أو أن يضيفه الشعر للدعاء في حال كان وحدة واحدة في نص شعري ما هي الإضافة؟ لا شك طبعا أن قراءة القرآن وقراءة الأحاديث وقراءة السير هي المنبع الأول بعد ذلك يأتي اجتهاد المكتهدون يعني اجتهاد المكتهدين يأتي بعد ذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء فالدعاء بكل الصور الدعاء سواء كان ارتجالا أو الدعاء إذا كان الدعاء شعرا فهو مما لا شك فيه يعني أفضل من الارتجال حيث يبزل الشاعر قصار جهده في تنصيق الكلمات وتنصيق المعاني وترتيبها وبالتالي يكون الدعاء الهدف مثلا تسهيل حفظه على البسطاء من الناس آه ويكون الدعاء هنا يعني مراجع ويكون الدعاء يعني له قيمة أدبية ترتيب للأسكار ترتيب الأحيان آه يعني هذا من مضامين أو من أساسيات الشعر يعني الشعر لا بد أن يكون به اجتهاد وصدق وتحسين ومراجع فبعد كل هذه الخطوات عندما تجد الدعاء أمامك فلا شك أنه قد مر بمراحل كثيرة حتى وصل إلى أنه أصبح دعاء قديرا بأن يستمع إليه أو قديرا بأن يتبع وهذا ليس بالسهل جميل يا رب قد وقف الجميع ببابك وهذه القصائد التي فيها من الروحانيات ما فيها ستأخذنا إلى حديث من نوع آخر ولكن بعد قراءة هذه الأبيات يا رب قد وقف الجميع ببابك من جديد يا رب قد وقف الجميع ببابك يرجون يا الله نعم ثوابك رباه أكرمنا بفضل كتابك واغفر لنا بالعفو عند حسابك يا من خلقت الكون مر سحابك وخلقتنا وتميتنا بطرابك يا ربنا لذنا إلى أعتابك فأنر بصيرتنا برشد صوابك نبكي دموع العشق في محرابك تدعو مآذننا أذان قبابك فاكشف لنا لنراك عبر حجابك وانصر قيوش الحق في أحقابك هون علينا خطوة صعب شعابك يسر لنا عسر اشتداد صعابك بارك لنا بطعام عيش شرابك ضاعف لنا الخيرات من أبوابك يا حاضرا مهما احتجبت بغيبك يا ربنا إنا عبيد إهابك فرحم صغارك أو كبار شبابك وقنا شرور كلابنا وذئابك وأغثن يا مولاي غوث جنابك وأجرن يا الله نار عذابك وأعذن يا رباه إذ عذنا بك من شر شيطان وشر عقابك يا رب صل على الشفيع حبيبك يا رب واشملنا بنور رحابك وامنح لنا رحمات عفو جوابك واجعلنا في الجنات من أحبابك نسأل الله أن يستجيب مثل هذه الدعوات الطيبة المنبعثة من قلب نقي فيه من الضوء ما يستحق والأمل أن يجعل الله طريقك ممتلئة ضياء يقودك إلى حيث تشتهي روحك وترجو أستاذ ضياء حينما نتحدث عن فكرة الشار في مقام النبوة كثيرون من مدحوا النبي عليه الصلاة والسلام ليس لغرض كما كان يحصل في العصور السابقة من أغراض شعراء الخاصة والوقوف على أبواب الولى والسلاطين بهدف الكسب المادي لكن مدح النبي قيمته عليه الصلاة والسلام مدح النبي قيمته أعلى من هذه الأغراض والأعراض الدنيوية الفانية والزائلة وما من أحد مدح النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقدم اعتذاره في قصيدته ليثبت أنه قاصر عن مدح جلالة النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عن فكرة مدح النبي وكيف أنها تضيف للشاعر لا للنبي فقدره عال ومحفوظ بالشاعر ودونه مقام الأنبياء مقام عالي ورفيع ومن الصعب أن تبلغ الأقلام هذا الذرة يا سلام ومقام الشفيع صلى الله عليه وسلم هو المقام الأرفع والمقام الأعلى وهو المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فأن تبلغ الأقلام في الوصف أو في المدح فهو أعظم من كل مدح الفكر والأوراق يعني كما قلت في بعض القصائل فهو أعظم من كل مدح الفكر والأوراق وكل الفكر وكل الأوراق الصادقة وكل القلوب يعني تتجي إلى هذا النبراس وتتجي إلى هذا المنار وإلى هذا الصراج بالمدح يعني فقط من أداء الواجب لتأتنس به أيضا آه لا هو واجب على المسلمين لتقدم رجاءات الشفاعة هو واجب على المسلمين جميعا في مبالو الشعراء نعم فلابد أن الشاعر يعني يعني يتجي إلى هذا الباب لأن هذا الباب النبوي أو الباب مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا منار للفكر وفيه من البركة ما فيه طبعا وفيه من النفاحات الإلهية نعم الكثير والكثير يعني عندما تكتب بصدق في المدح النبوي تجد أن القصيد ينساب معك يعني القصيد يطيعك يعني عندما تندمج وتكتب بصدق وبانفعال تجد أن الكلمات تنصع إلى ذلك وهذا يعني شيء إلهي وشيء رباني جميل يعني وبالتالي فالشاعر الذي يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام ينال أقرين أقر الهدى وأقر الواجب وينال أقر أنه يخدم نفسه ويخدم صدقه ويخدم قلبه في أن ينير الله بصيرته وأن يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام سلاخ الرجال الآن إلى فاصل عزيزينا المشاهدين فاصل قصير بعده نواصل لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر مرة أخرى نرحب بكم أعزائنا المشاهدين ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا هنا في الاستوديو الشعر المصري يا الأستاذ الضياء الجبالي أهلاً وسهلاً بك أستاذ ضياء مرة أخرى أهلاً بك أهلاً بكم قال ذلك الشاعر الذي خلده التاريخ وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأاً من كل عيب كأنك قد خلقتا كما تشاء وفي ذات القصيدة يقول أيضاً عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء ترون خيولنا متمطرات وتلطمهن بالخمر النساء هذا الاستشراف للمستقبل وهذا الاستقراء أستاذ ضياء من شاعر كبير مثل الصحابي حسان من ثابت رحمه الله ورضي الله عنه هذا النمط الجميل بقراءة المستقبل من خلال الشعر بقصيدة فيها من الشمائل المحمدية والمدح بجلالة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من القيم والدرر إلى ما يقودنا؟ ألا يقودنا لفكرة أن النص المحمدي خالد بذاته؟ لا شك هو أي موضوع قصيدة يكون مرادف أو يكون مساوي للقصيدة نفسها يعني عندما ينافق المنافقون فقصائدهم لا ترى ولا تقرأ ولا قيمة له عندما يمدح الصادقون الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يرتقون بأنفسهم ويرتقون بقصائدهم ويطول الشعر بمقدار الذي كتب فيه فعندما تكتب في الرسول عليه الصلاة والسلام فأنت قصائدك كلها في نهج البردة يرتفع قدرها في نهج البردة في ولد الهدى في جميع القصائد النبوية حتى الإمام الشعراوي يقول له بعض القصائد في المدح النبوي يعني كلها قصائد لها من الخلود الأمد البعيد نظراً لارتباطها بالمدح الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هذا يضع الشعراء أمام واجب ألا وهو اختيار الموضوعات أكيد هذا أن يختاروا موضوعات تستحق أن تخلد هذا من واجب الشعر بغض النظر عن كونه يمدح أو لا يمدح يعني هذا من ضروريات الشعر أن تختار الموضوع الذي سوف تكتب فيه ولا تكتب عن أي موضوع والسلام من ضروريات القصيدة التي تستحق الحياء والتي تبحث عن الخلود والبقاء فترة أطول من أسس القصيدة ومن تقييم القصائد موضوع القصيدة هذا يعتبر من أول الأسس التي تبنى عليها القصيدة فإذا كان الموضوع هاشاً ضعيفاً ولعله أعلىها حساسية في هذا العصص ربما في العصور السابقة كان المدح الدين ومدح الأخلاق ومدح المبادئ ومدح القيم واجب ومتاح ومشجع ولكن الآن الأمور أصبحت كل هذه الأمور لا تلقى الترحيب أو التشجيع ممن يجدون في الدين وفي التقاليد وفي المبادئ والقيم والأخلاق عدواً لهم لكن الخير موجود إن شاء الله بإذن واحد ولا نعدم وجوده في ظل وجود الكثير من الصادقين المتمين لأمتهم الحريصين على التأريخ بلغة الشعر نحن نأمل ذلك الذين ما زالوا متشبثين بجذوة الحق منافحين عنها مكافحين في سبيلها ولعل أكثر ما يدل على ذلك هو تمسك الشباب العربي خصوصاً فئة الشعراء والأدباء منهم بشكل عام تمسكهم حتى اليوم بفكرة الوطن على ما ربما وجدوا من هذه الأوطان من معاناة على رغم ظروفهم الصعبة وربما وجود البطالة في مختلف المجتمعات العربية إلا أن حب الوطن يسكنهم سبحان الله لقد أنهم يكيدون كيداً وأكيدوا كيداً فسبحان الله هم أرادوا كيداً بالإسلام وبالإيمان وبوسائل التواصل الاجتماعي فإذا بوسائل التواصل الاجتماعي تقود الآن ثورة في الفكر وثورة في العقل وثورة في الثقافة بحيث أن الجيد يطفو والجيد يظهر وأصبحت الأمور تسير إن شاء الله إلى ثورة فكرية أو إلى صحوة فكرية يعني بحاجة إلى تخليق حالة الوعي هو هذا أهم ما نبحث عنه وما ينبغي أنه رصيه أصبح يوجد الكثير ممن يكتبون والكثير ممن يقرؤون جميع وهذا يعني 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 شيء صحي ربما إن شاء الله يطرح صماره في السنوات والأعوام القادمة بحيث نرى مصقفين وعيين مصقفين لهم فكر ولهم دراسات ولهم أعين ينظرون بها ولهم خلوب يشعرون بها يا سلام كل هذا إن شاء الله سوف يكون ممهدا لصحوة حقيقية بإذن الله هذا ما نستشرفه لا بد وأن ذلك آت مصر تتحدث عن نفسها مصر تتحدث وفي رواية مصر تتحدث عن غضبها حافظ إبراهيم قال مصر تتحدث عن نفسها وأنت قلت مصر تتحدث عن غضبها قرأ علينا بعض أبياتها لأن مصر في ذلك الوقت كانت في رغض من العيش فكانت تتفاخر بنفسها أعطنا هذه الأبيات عن مصر أما مصر في هذا العصر فهي تتحدث مصر في كل العصور ستبقى رائدة العرب والعروبة وأم الدنيا اقرأ علينا تفضل جلس القوم يشهدون ذهولا كيف صار انهيار مصر التحدي ورواة التاريخ في غابر العصر سألنا الأطلال بعد التردي كيف زهو الفخار أمس انتصارا يا سلام ونواحا على صراب ببعدي أنا من أورث الوجود علوما واستبقت التاريخ نحتا بزندي فلك تحنيط وفلك وطب أدب تشييد خطوط ببردي قد بنيت الأهرام رمز شموخ كي يرى الكون ما براعة جهدي أنا من توج الزمان شروقي جئت شمسا على الوجود بمهدي أنا فخر الخلودي نوراً فاحذروا تطفئوا مشاعر وقدي فاحذروا تطفئوا مشاعر وقدي حتما هذه المشاعر لن تنطفئ أستاذ ضياء لعل أكثر ما لفتني في كتاباتك كلا وهو التنقل بين الأوطان العربية متفاخراً فيها مزهواً بجلالتها بهيبتها ربما بجراحها أيضاً ومن هذه الأوطان العراق لكن قد يقول قائل مصري ويكتب عن فلسطين لماذا؟ فلسطيني ويكتب عن العراق لماذا؟ عراقي ويكتب عن الوجع الليبي لماذا؟ على مثل هؤلاء أو لمثل هؤلاء ماذا نقول؟ نقول أن الدول العربية كلها دولة واحدة نحن كان العالم الإسلامي يمثل سلس الكون وأكثر في عصور ازدهاره أما في عصرنا الحالي وبعد وعود بولفور وبعد تقسيم الدول العربية أصبحنا 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 في شتات مقسمة الدول لكن الدول العربية تحدث مع أي أخ في المغرب تحدث مع أي أخ في اليمن سوف تجد أنك تتحدث مع أخير الشعوب العربية متنسكة بوحدتها بفكرة أنها شعوب واحدة نحن شعب واحد بالفعل يعني هذا ليس إدعاء وليس يعني كلاما إن شاء نحن أصلا شعب واحد ولكن المستعمر هو من مزقنا وجاءت الحكومات لتزيد تمزيقنا أكثر يعني وهذا الذي لابد من الوعي ومن الفكر أن يحاربه الدول العربية كلها دولة واحدة ليست الدول العربية فقط الدول الإسلامية كلها دولة واحدة الدول الإسلامية إذا توحدت الدول الإسلامية عاد لها مجدها وصددها ورفعتها الكثير من الفيديوهات التي تتحدث عن مقاومات الدول الإسلامية إذا اتحدت ومقاومات الدول العربية إذا اتحدت ولكن كل ذلك يهاجم من الصفيونية لأنه هذا هو العدو لهم أو هذا ما يرونه كذلك لكن حتما إرادة الشعوب أبقى من أي إرادة تسعى لهذه هذه الشعوب إن شاء الله وهذا أملنا في الله سبحانه وتعالى ودليل ذلك نشيد العراق نشيد العراق خذنا إلى نشيد العراق الذي تحبه العراق وفلسطين واليمن وكل جوالنا العربية هم دولة واحدة أخوة لنا عراق الرافدين حماك ربي وأسلمك الإله بكل خطبي وأبقاك الحفيظ مدى الزمان كحسن عروبة بالخير رحبي وصان هداك للإسلام زخرا وللإيمان دوما خير قطبي بلاد الرافدين حباك قلبي بعشق جارف وبفيض حبي أيا أخت الرشيد وصرح مجد بآداب العلوم وفلك طبي عراق المجد يا وطني سلام ومن قلب بسحر لباك صبي أعيد صحوة التاريخ هيا ونبل جهاد عزم الرفض ينبي بدجلة والفرات الحزن صبوا ليجرف عهد دمع للمصبي وعيشوا واسلموا في كل عصر نجوما وانعموا بأعذ سوبي وغنوا فرحة النصر المجيد بصوت هادر في كل ضربي وتيهوا في علاء الفخر زهوا وللأمجاد أصوات تلبي بلاد الرافدين بلاد الرافدين حماك ربي وسلمك الإله بكل خطبي فصيحي صرخة قصوى لظلم وكالبركان مثل الفجر هبي وصيري عصو إعصار بصعق وكني راني في الأعداء شبي وهمي لم لمي صور الضماري ولمي شمل أبناء بندبي وزودي عن حماكي عن الدياري وضمي الأهل من حدب وصوبي وكفي عن عويل الثكل رفضاً وعزماً كفكفي صيحات نحبي وقومي مارداً عملاق شرق وصيغي وحدة لعبور صعبي أعيدي جمعة قصيم الشتات وداوي الصدع في صرح برأبي وعودي قلعة حصناً منيعاً وعودي جنة ونعيم قربي وظلي شوكة في حلق كفر بقول الحق وسط جموع نصبي أجيبي دعوة الداعي لصلح وشيدي دولة الأحرار صوبي قفي في بحر أهوال بعزم وزيدي للأعادي نار رعبي أتصعق أرضنا فتن الغزات وتحرق ويحرق رفضنا ثمرات عشبي أيصرق مالنا حلف الطغاط ويمضي هارباً بكنوز غصبي أتنسف شعبنا ألغام قتل لأطفال الشباب وعجز شيبي أنترك للعدو سلام عيش ونفني الأهل في شد وجذبي أيا بغداد يا ليلة سلام ومن قلب بسحر رباك صبي أعيدي صحوة التاريخ هيا ونبلو جهاد عزم الرفض ينبي وعيشي واسلمي في كل عصر عروساً وانعمي بأعز ثوبي وغني فرحة النصر المجيدي بصوت هادر في كل ضربي وتيهي في علاء الفخر زهواً وللأمجاد أصوات تلبي دمتها صاحبك لما تلبي نداء الحق إنما كان أستاذ ضياء وربما من نفحات النبوة العطرة التي اجتمع عليها العرب والمسلمون جميعاً رحلة الإسراء والمعراج وهذه الدلالة القيمة ما بين أولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين وما بين المسجد الحرام هذه الدلالة هذه الرحلة هذه المسافة التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلامه عليه إنما فيها رسالة أن حافظوا على المسجد الحرام أو حافظوا على المسجد الأقصى تماماً حفاظكم على المسجد الحرام فلهما في نفوس أبناء الأمة قيمة لا تنفصل وهي مساجد لها رمزية عالية في نفوس المسلمين ومن هنا جاء ربما حب المسلمين والعرب لفكرة القدس والمسجد الأقصى القدس والمسجد الأقصى هم قبلة المسلمين الأولى نعم شاء من شاء وأبى من أبى لا أظن أن هناك من يأبى الصحينا يأبون ويريدون تهويدها ولكن هي قبلتنا الأولى وسوف تبقى قبلتنا الأولى وسوف تبقى القدس والأقصى قبلتنا الأولى فلسطين سوف تبقى عاصمة الدول العربية يا السلام وهي تمثل الاستعمار الحقيقي للدول العربية فلسطين هي الشعب أو هم الشعب العربي الوحيد الحر قد شعوبنا العربية حرة ربما أختلف معك في هذا الرأي حرة في قلبها حرة في مشاعرها وحرة كذلك في سعيها حتى الآن لم نرى ذلك حتى الآن ما زال هناك تقاعص حتى الآن ما زال هناك تخازل حتى الآن ما زال هناك تطبيع وما زال هناك سكوت وصمت وخوف ورع الشعوب الحرة قالت كلمتها وستقول كلمتها ومن هذه الكلمات ليست هذه هي الكلمة المطلوبة ولا المنتظرة الكلمة المطلوبة المنتظرة هي أقوى من ذلك أنا معك في ذلك ولكن المأمول من الشعوب أن تواصل وهي على طريق مواصلتها ومساعيها لا تزال قائمة كلنا نأمل ونضعو ومن هذه المساعي التشبث بهذا الحب تماما كما تشبثت فتكلمت عن القدس اقرأ علينا ما كتبت في القدس وكل يبذل جهده ومستطاعة وحتما للأمة صلاة وهذا ما نأمل ونضع الله إليه بإذن الله تفضل حماك الله يا قدس حماك الله يا قدس بجند ملائك حرس وإن هجم العد الشرس فدتك الروح والنفس وإن سهما رمى قوس صدور قلوبنا الترس حماك الله يا قدس رعاك الله يا قدس هداك الشرح والدرس هواك النبض والنفس سماك الفجر والشمس فراك المهد والرمس علاك التاج والرأس رعاك الله يا قدس ويا أقصى أيا قدس بقبلتكم زهى الأمس بإسراء صر القبس بمعراج على الإنس بمنبرنا سمى الحس بآزان دع الهمس حماك الله يا قدس تبارك حولك اليبس وبارك حولك التقس نداك الماء والكأس ينابيع قد انبجس وفض الخير والغرس شد الزيتون والعدس رعاك الله يا قدس دهاك المعتد النجس بصهيون أت الرجس على أسواركم أمس وزاد الهدم والدنس لخلد معالم طمس وللتهويد قد أرس لخير سهولكم داس لتهر ترابكم دعس بعقر دياركم جاس ببحر ظلامكم نعس بفجر فسادهم عاث بليل دروبكم جلس بفجر شروقكم حاس شباب كهولكم دهس غزاة العرب ما يأس والاستعمارنا درس وللتاريخ لم ينس تطار وروم أو فرس لسمد سائس دس كمصر شقت طرابلس وقعدونا وقد خنس وذل قيادنا سالس بقواد هم الفرس وذا خمس وذا سدس لأي حقائق عكس ولا قيم ولا أسس وفر الذئب والنمس وخر العنز والتيس وكر الحزن واليأس وقر الفقر والبؤس وكم أغواهم الفلس وأشقى شعبنا الفلس أمام حقوقنا عبس ببحر اللهو وانغمس بقاع الذل قد غطسوا من التاريخ قد كنسوا لهم إذن إذا عطسوا كأن أصابهم مسوا لأعلام العلا نكسوا بكتهم قبل أن دلسوا وطال الليل والغلس وخاب الظن والحدث وصاح الشيخ والقص ودكر نينه الجرس وإن صمتت لك الخرس وما نطقوا وما نبسوا فقد خانوا وقد وكسوا بداء الخزي وانتكسوا وقد خابوا وقد تعسوا وثوب العار قد لبسوا وإن قتلوا وإن حبسوا وإن تحميهم العسس ستنهشهم وتفترس يد وأظافر درس سيوف خنجر فأس وحكم وجودهم نحس ومن باعوا أو اختلسوا لأرضك بيعهم بخسوا ولا كنا إذا مسوا ولا كانوا إذا لمسوا أيا ليلانا يا قدس بحبك شعبنا قيس بكاك الشوق والطرس بدمع ليس يحتبس وزاد حنيننا الهوس أيا عدن وفردوس رباك الفرح والأنس ويوم رجوعك العرس رعود عزمهم بأس علت لبيك يا قدس لبيك يا قدس هذه الأمة على واجبها لا تزال قائمة قيمة وأن اعتلت إلا أنها ستقوم وتشفى بإذن الله شكرا لك أستاذ ضياء شرفتنا في هذه الحلقة وصلنا إلى الختام مشاهدين الكرام في الأسبوع المقبل إن شاء الله يتجددوا لقانو وإياكم رفقة شاعر آخر وحتى ذلك الحين لكم مني أطب التمنيات دائما كونوا في أمن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة